تخيل انه يمكنك تطلب النوت 10 قبل حتى المؤتمر وإعلان الجوالات أيضاً تخيلوا انه هواوي أرباحها وضعها كويس رغم اللي صار وبالتأكيد باحثين من نفس جوجل يكتشفوا بعض الثغرات اللي موجودة في نظام الآي او اس حق ابل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخلوقكم بصل السيف وحلقة جديدة من التقنية والعلوم وبدأها أول شيء بخبر الطلب المسبق اللي صار مع سامسونج وسامسونج طلعت امكانية الطلب المسبق للسوق الأمريكي يمكنك تدخلوا للموقعهم وتسجلوا ان انت مهتم في الطلب المسبق والجهاز القادم للنوت بدون ما تعرف هو الجهاز اي الموديلات او اي شيء فقط تقول لهم من خلال تسجيلك انك مهتم في شراء جوال قادم وايضاً تسجيلك لا يعني الالتزام بالشراء يمكن فقط جس نبض للجمهور او انه يقدروا قائمة بريد على اساس الناس يعرفوا بعدين الطلب المسبق انه متاح ما ادري ولكن غريبة وسجلت عساساً اقول لكم بعدين المعلومات الاخرى عن هذا الامر ايضاً سامسونج اعلنوا عن الجالكسي تاب اس 6 هذا الجهاز يكون خليفة للس 5 اس والجهاز المفروض انه يجيب امكانيات جداً عالية جاب معالج السناب تراجين 855 بالاضافة الى القلم الذي مكانه غريب ورا الكاميرا بعض الناس لقوا مكانه غريباً بالنسبة للقاتعدي تابلت ستكون الواجهة كاملة لك ولكن مع التجربة سيبان معنا الوضع الجهاز هذا يبدأ يتوفر بالاسواق تديجياً ولكن الظاهر انه في الاسواق العربية لا سيجينا زي ما صار في بعض التابات كون انه السوق ما هو ضخم وما يحتاج هذه القدرة الكبيرة من اللوحيات الجهاز عندنا غالباً الشيء الثاني يجب ان هذا الجهاز كنا نتوقع انه سيعلن في مؤتمر النوت بس لا اعلن الحين ومؤتمر النوت مازال على وضعه سبعة اغسطس بإذن واحد احد ستابعوني على الشبكة على سناب شات على انستغرام ستوري ستابعوني على اليوتيوب ستابعوني هنا سترى الفيديوهات سترى المحتوى وشيء ان شاء الله جداً جميل وأجب لكم اخر اخبار اول اول دائماً حتى على تويتر من ناحية نفس المؤتمر ستابعوني بإذن واحد احد هناك معذلة موجودة في العالم التقني الى الحين وهو الخدمات السحابية التي أريد أن أسميها من الحين كلاود الخدمات هذه الكثير من الناس بين ان يأخذها محلياً من شركات تزود هذه الخدمة او يعتمد على شركات دولية يصبح يأخذ منها خدمات الكلاود فحط نفسك مكان صاحب العمل انت صاحب العمل اوكي؟ اذا بدك تختار شركة بتثق في شركة محلياً هنا موجودة فتقدر تأخذ تعطي معاهم او بتثق بشركة دولية وتسير تحط عندك معلومات الشركة الايميلات اسرار المالية على كلاود دولي فماذا سيكون قرارك؟ والآن انتقل لجوال الشارك الجديد الهاتف تردد ٦٠ هرتز للشاشة الهاتف مخصص لللاعبين يأتي بمعالج Qualcomm Snapdragon 8555 Plus هذا المعالج الذي يعطي ١٥٪ قوة اضافية الهاتف تزيد وتستمر وواضح ان هناك مستقبل جيد لها في بعض الدول هل أريدكم سلسلة كاملة عن المعالجات هذه او اصح سلسلة كاملة عن جوالات اللاعبين واذا أريد أن أفعل هذه السلسلة؟ ماذا الألعاب الأساسية التي تريد تعرفها غير PUBG؟ انتوا قلويني في التعليقات نفسها نعود إلى هذا الجوال الذي موجود منه نسختين نسخة ١٢٨ جيجا بايت ١٢ جيجا بايت ذاكرة هذه النسخة تكون ٤٥٠ أو ٥٠٠ دولار والنسخة الثانية التي تكون ٥٠٠ دولار تأتي مع مساحة تخزينية الضعف ٢٥٦ جيجا بايت إمكانيات جيدة في جوالات اللاعبين والمفروض ان يتحمل الواحد على سبيل المثال لساعات وساعات بدون ما الجوال يتعطل ولا الأداء يقل خلال اللعب فننتظر الشارك ٢ هذا ونرى كيف وضعه اللاعبين يستنسوا مع هذا النوع من الجوال باحثين من شركة جوجل اكتشفوا بعض الثغرات في نظام آي او اس بعض الثغرات تم إصلاحها من فريق ابل وبعض الثغرات نستنى الفيدباك الباحثين والمطورين من جوجل كان الهدف الأساسي انهم يبدأوا يختبروا بعض المنصات وبعض الأنظمة وقدروا يكتشفوا بعض الثغرات في أشياء كثيرة ولكن الهايلايت الأساسي وبقعة الضوء تسلطت على نظام آي او اس كل الأنظمة التشغيلية تحتوي على إيجابيات وسلبيات إيجابيات تنضج بشكل ممتاز الإيجابيات تزيد ونعرف أن الأمان على نظام الأندرويد ساير يوازي بشكل كبير لنظام آي او اس والأمان الذي موجود عليه كانت قبل ثلاث سنوات أو أربع سنوات حين كنا نقول أن نظام آي او اس أأمن من الأندرويد ليست الحالة الآن بعد إجراءات إضافية اتخذتها جوجل في متجر التطبيقات وتعديل في سياساتها هذه الأشياء التي قدرت تصفي الموضوع وتجعل الأمان أعلى وأفضل أيضاً بنظام الأندرويد ننتقل الآن إلى هواوي والتقرير الأخير يقول أنه 23% زيادة من ناحية عدد الأجهزة التي باعتها أكثر من 118 مليون جهاز خلال الربع الأول والربع الثاني من عام 2019 هذه المبيعات الضخمة التي قدرتها هواوي رغم المشاكل التي قدرت عليها والضغوطات الأمريكية المفروض العوائد أكبر من كده بكثير ولكن ما زالوا حققوا شيء أكثر اللي حققوا كان في الربع الأول هذا لا يعني أن الشركة واجهت صعوبات متفائلين في المستقبل ولكن فوق كل اللي صار بينها سلبية والإيجابية قدرتوا منها عادي والدخل اللي جاء أكثر من 50% من قطاع الجوالات لهواوي إلى الآن في الربع الأول والثاني من السنة هذا الشركة لم يكن شيء عجيب؟ لأن الشركة كانت دخلها الأكبر قبل 6 سنين من قطاع الأبراج ولكن بعد المنافسة وبعد التطوير وبعد الشيل والحط يجعل الجوالات هي التي تجلب لهم مردود مالي جداً ضخم وسألتكم في الحلقة الماضية هل عودة هواوي تكون مع الميت 30؟ طبعاً كان الجواب 72% منكم اختاره و15% كان المتردد و11% قال لا يحتاجون وقت أظن أنا أيضاً يحتاجون وقت يحتاجون وقت لأن الميت سيكون جيد وسيقوم بعملة تسويقية كبيرة ولكن خاطري يحتاجون وقت لأن العالم كله وليس لدينا لدينا أمورهم تماماً العالم العربي لدينا أمورهم تماماً في الشرق الأوسط، في أفريقيا، في أوروبا نوعاً ما أمورهم تماماً ولكن أمريكا والسوق الأمريكي سيحدث فيه لأنه ربطت الأندرويد مع الأندرويد وإلى الآن أرجاء أقول أصلي أربع أو خمس حلقات قاعدة والمتفائل، بإذن الله التفائل هذا يجلب نتيجة نرى كيف تكون تلفزيون جديد من آنر يمكن أن آنر يجلب التلفزيونات للمملكة ولكن نذهب إلى هذا التلفزيون وهي فكرة غريبة في عالم التلفزيونات آنر طبقتها أن تكون الكاميرا في البرواز في البرواز التلفزيون نفس الشيء الذي رأيناه في الجوالات سبحان الله، أول ما قرأت الخوار وقعد أقرأت تفاصيل وانتقلت لي لحظة وكان هناك مؤتمر جوالات لشركة LG كان معي واحد اسم هايثم مسعود هايثم يقول لي لم يضعها في البرواز لم يضعوا في البرواز كاميرا؟ لأن الخصوصية من الخصوصية الناس لا تحب كاميرات في التلفزيونات آنر سمارت تي بي سيكون هناك كاميرا موجودة في الشاشة وهذه الكاميرا مدمجة في البرواز فالخصوصية محفوظة وتخرج الكاميرا وتنزل متى ما حبيت تحافظ على خصوصياتك او اكسرها وريح عمرك والتلفزيون لا يوجد كاميرا يتشوفك سوني تحذر من البلاي ستيشن خمسة انه يمكن يرتفع سعره بقدر عالي كيف هذا الشيء يحدث؟ لو امريكا استمرت برفع الترفز والرسوم على الصين من ناحية الواردات والصادرات والأشياء كلها كانت ١٥٠٠ مليار ستنتقل يمكن تصير ٣٠٠ مليار الإجمالي الذي يجب تدفعه فالنتيجة ستكون ان السلع يرتفع السعر حقها وبالتالي المستخدمين سيصعب عليهم شراء هذه المنتجات لأنه كانت أغلى من المعتاد ونعرفين ان سوني وبلاي ستيشن كسياسة لا يبيعوا الأجهزة بسعر غالي لا يحاولوا يربحوا من الأجهزة هم يبيعوا الجهاز بربح مرة بسيط ولكن الألعاب والأشياء التي تأتي كمنظومة ماذا؟ الخسارة صارت في البلاي سيشن ثري فالبلاي سيشن ثري كسروا المنافسين ونزلوا الجهاز بطلب مسبق عن طريق أمازون وصارت حفلة وقتها هذا الجهاز عندما باعوا وضبطوا كل الأمور صارت عليه أفضل من الغير وانتشر وبالتالي الخدمات التي من سوني وأيضاً الألعاب التي من المطورين الباقيين وأيضاً من سوني هي التي جاءت لهم الربحية الضخمة وخلت القطاع الألعاب جداً ضخم سوني تحذر لنرى القرارات ولو ارتفعت الأسعار أتمنى أنها لا تضرنا في باقي العالم فقط يكونوا وفع على أسعار أمريكا بما أن تكلمت عن سوني سألتكم هل تنبس مكيف ملبوس أو لا؟ تسعة وستين في المئة منكم قال نعم واضح هؤلين يشوفوني وضع المكيف وليس جيداً والباقيين الذين يجاوبوا 30% قال نعم لا أظنوا بأنهم هؤلاء الذين كانوا جيدة ونحن في مناطق لا نحتاج فيها المكيف بشكل كبير طرق انتقال الانترنت لنا هي الخطوط البحرية فسؤال هنا إذا الخطوط البحرية اصدت لها مشاكل أو أي شيء هل تتعطل الخدمات السحابية أم لا تتعطل؟ هل تتعطل خدمات السحابية؟ أم لا؟ شاركوا في الاستفتاء وراجعوا لي بداية الحلقة ويجيبوا الجواب الصحب أنتقل الآن لبعض أخبار العلوم والتقنية في فيسبوك يطوروا منظومة من عام 2017 لمنظومة حق الجهاز يصبح يعرف الكلام يكتبوا بنفسه دون أن تدخل فيزيائياً أو تعمل أي شيء وأطلقوا فيديو جديد يوضح أن هذا الموضوع يتطور ونعم يدربوا الجهاز على تخمين ما يمكن يفكر فيه الشخص الذي يلابس هذه الخوذة يجابوا الشخص ويسألوا أسئلة وهو يجاوب الإجابات وبعدها سؤل مجموعة ثانية من الأسئلة بدون أن يجاوب وبعدها نفس الجهاز يتوقع الإجابات من واقع تفكير الشخص فيكتب الكلمات أو نتائج الأسئلة ويجاوبة الأسئلة حسب التوقع تخيروا أن فيسبوك تعرف ماذا تودك أو يكون لديهم القدرة من حسابك وتحليل حسابك وهذه الخوذة تصبح يعرف كل الأشياء التي تودها في الحياة وتعرف عنظمتك قومتك نومتك روحاتك فيسبوك تعرف كل شيء هل أنت في أمان مع كتاب الوجه أو لا فيسبوك أسف بما أن خميس أختمها بخبر رائق وأعطيكم سالفة جراني الجدة والتي لم يكن الجدة وكانت بنت تسوي بثوث على أحد الشبكات الصينية ويتابعوها كثير من الناس ويتبرعوا لها ويشوفوا حياتها وصوتها وأركاتها ومستنسون عليها إلى ما صار مشكلة في التطبيق التي تستخدمها والوجه التي تضعها على وجهه والوجه الكرتون الذي استخدمته على وجهها فبانا أن عمرها كبير أكبر من العمر المتوقع وبالصور التي تأخذها من بعض الأماكن وتضعها أن هذه هي فبان حقيقتها وبانت أنها كبيرة في العمر فقالوا هناك مشكلة هذه الشبكات وأنظمة البثوث نحن ننخدع فيها كمشاهدين فبالتالي هذه لعبت علينا تبرعنا لها سوينا لها بعضنا حبيناها ولا أعرف لعبت علينا النتيجة أنها طلعت في الأخبار في الصين وطلعت بشكل شعبي وكبير والناس حبوها وسموها قراني والناس دافعوا عنها بأي حق من شكل الشخص تحكم عليه لأنها استمتعنا معها ونضحها وعجبتنا سوالي ففيه شيء غلط بالموضوع المهم أنه الآن صار عندها أكثر من نصف مليون متابع وهذا شيء ضخم في الصين الصين عندهم مليار وشوي شخص فأنك تحصل على نصف مليون متابع بين الناس والماء شيء جداً كبير وصار لها البث المعتاد وبدو أن تضع عليها فلاتر وأمورها جيدة وصارت نوعاً ما شخصية مشهورة في المقاطعة والمكان الموجودة فيه هل ترضى أن أحد يخدعك على كاميرا؟ هل ترضى أنك تتابع شخص مشهور ورائق وكل شيء؟ تخيلوا أنا عندكم بعد ستة سبع سنين عشر سنين تتابعوني هذا القناع وأطلع شخص مختلف تماماً أطلع أحمد أطلع أحمد هذه لا نهاية الخميس المهم لكن تخيلوا هل ترضى أن تنخدعوا أم لا؟ نهاية الحلقة لكل حلقة أتمنى أننا يا رب العالمين أفضل وأجمل الأوقات يا رب العالمين كلنا في سعادة وخير وأراكم دائماً على ألف خير وبركة سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك وأتوب إليك في أمان الكريم